والأسف يأتي بعض الناس من بلاد الكفار يقول تأشوف النظافة الشارع ما تجد فيه كلينكس واحد وهو ايش المعجب بالنظافة هو ايش هو يرمي بالشارع لماذا لماذا انت ما تكون الاولى بهذه النظافة اذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا افنيتكم يعني منازلكم ولا تشبهوا باليهود يعني هم اهل الاوساخ كيف الان مسلم يرمي شيئا لا ترمي ضعه في جيبك في سيارتك ولا ترمي والله بعض الناس يمكن يحط له مثلا كيس للفضلاء الداخل السيارة ثم اذا وقف عند الاشارة ولا عند الموقف فتح ونزل كله طيب يعني امر غريب لماذا ما رميت اذا من الاول كامل انت راح ترمي بالشارع كثير من مواقف السيارات شوفوا انه زبالة كامل لماذا الناس يفرغ زبالتها اذا وقف طيب ما الفائدة ماذا انت احتفظت بهذه الفضلات في سيارتك لم ترميها فلماذا رميت اخر شيء اللي واضع لكيس فضلات في السيارة ما يرمي مباشرة واذا وقف عند المواقف ولا كذا فتح الباب وفرغ زبالتها كلها وصلوا هذا الكلام يا اخوان انا انقهر من هذه الوساخ والله يا اخوان اتعجب عند مواقف السيارات تعشف شيء عجيب لماذا هذا ليس من الاسلام هذه قذارة هذه وساخة هذه تشوى صورة المسلمين هذا تجعل المسلمين يتعجبون الكفار ويعجبون بهم وهم لا يلتزون بذلك ومثل ذلك المواقف في السيارات بعض الناس عند المسجد يوقف حيث واتفق يمكن ناخذ مكان ذا السيارة واذا راح هناك تشوف تعشوف شون يوقفون تعشوف المرور تعشوف الالتزام ألسنا نحن أولى 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 والله يعني أولئك الكفار اللي لا يرجعون الآخرة يحرصون على حياتهم وعلى نظافتهم المهم الله يرضى عليكم أنتم وبلغوا من غيركم لا توصخون الشوارع لا ترمي شيئا ولو قليلا ولو يسيرا احتفظ به وفي أماكن مخصصة وشركات وموظفون يشيرهم فضلاتك ايش تبي يحسن من هذا لا ومجانا ترى في بعض الدول أخرى تتفع مقابل مقابل يعني مجانا احتفظ في فضلاتك سندويشاتك محارمك أوراق وارميها في مكان مخصص لا اتفقنا خلاص اتفقنا مواطلع أشوف واحد منكم ها ان شاء الله يا رب الله وفقنا طيب